المظهر الثالث من مظاهر التطور في الحياة الاجتماعية في المجتمع الأردني التغير في شكل الأسرة الأردنية حافظت الأسرة الأردنية الممتدة على طابعها المميز ما يعني أسرة ممتدة؟ الأب والأم والأبناء وأبناء الأبناء وهكذا الآن هذه الأسرة الأردنية حافظت على نمط الأسرة الممتدة هذا طابع كان مميز بميز الأسرة الأردنية لعقود طويلة نتيجة لشو؟ لماذا استمرت الأسرة الممتدة لعقود طويلة؟ السبب الأول الأوضاع الاقتصادية السبب الثاني استمرار التمسك بالقيم والمفاهيم الاجتماعية على ماذا تؤكد هذه القيم؟ تؤكد على دوام الصلاة بين الآباء والأبناء إلا أن المجتمع الأردني شهد في العقدين الأخيرين من القرن الماضي تراجع في نمط الأسرة الممتدة شيوع لنمط الأسرة النووية الأسرة النووية أم أب وأبناء فقط وذلك بسبب ما السبب أنه خفت أو تراجعت الأسرة الممتدة وشاع تم شيوع للأسرة أو لنمط الأسرة النووية؟ شو سبب شيوع نمط الأسرة النووية؟ بسبب التغير في بعض وضائف الأسرة التقليدية هي أول سبب لشيوع الأسرة النووية وتراجع الأسرة الممتدة دينين ارتفاع مستوى التعليم تلاتة تزايد الهجرة من الريف إلى المدن أربعة تنوع النشاط الاقتصادي إذن على هذه الفقرة في عندي ليش حافظت الأسرة الأردنية الممتدة على طابعها المميز في المجتمع الأردني لعقود طويلة ثم لماذا شهدت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي تراجع في نمط الأسرة الممتدة وشيوع لنمط الأسرة النووية بسبب هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها المظهر الرابع تزايد دور المرأة في المجتمع الأردني أثبتت المرأة الأردنية قدرتها على مواجهة التحديات أيضا تحمل المسئولية جنب إلى جنب مع الرجل من خلال أمور ما هي هذه الأمور؟ من خلال قدرتها على توفير موسى ومعيشي أفضل لأسرتها عن طريق العمل في الوظائف الحكومية والخاصة إذن كيف أثبتت المرأة قدرتها على مواجهة التحديات وتحمل المسئولية؟ بجانب زوجها من خلال توفير المستوى المعيشي الأفضل عن طريق العمل التي تشغله في الوظائف الحكومية والخاصة أو في إدارة مشاريع إنتاجية صغيرة قامت الدولة على تموله ورعاية إما تكون في وظيفة حكومية أو خاصة أو تدير مشروع إنتاجي صغير الدولة تدعم هذا المشروع تزايد اهتمام الدولة بالمرأة من مظاهر الاهتمام ذاكري الكتاب ست نقاط مظاهر اهتمام الدولة الأردنية بالمرأة إذن هون السؤال عدد ست مظاهر تدل على اهتمام الدولة الأردنية بالمرأة أولا التوسع في تعليم المرأة وفتح المجال أمامها للمشاركة في سوق العمل كان تعليم المرأة على نطاق ضيق صار في توسع في تعليم المرأة فتح المجال أمامها المشاركة في سوق العمل صار في مجال أنه تشتغل ثانيا تقلد المناصب العامة في الدولة لأنها تعلمت فصار في مجال أنه تتقلد مناصب هامة ففي 1979 تقلدت المرأة أول منصب وزاري إذن متى تقلدت المرأة أول منصب وزاري في عام 1979 طيب وين كان هذا المنصب؟ كان آنذاك وزارة التنمية الاجتماعية هدول مهمين في ضع دائرة ثالثا تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة 1992 متى تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة؟ 1992 طيب شو السبب في تأسيس هذه اللجنة الوطنية بوصفها جهة وطنية مرجعية فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بشؤون المرأة رابعا المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنيابية والبلدية تقلدت مناصب عامة في الدولة بعدين مشاركة السياسية في مجالس تشريعية نيابية بلدية وأحزاب سياسية فكانت أول مشاركة نسائية في البرلمان الأردني عام 1993 متى كانت أول مشاركة نسائية في البرلمان عام 1993 في المجالس البلدية 1995 ثم تزايدت هذه المشاركة من خلال أو عن طريق الكوتا النسائية خمسة تزايد مشاركة المرأة في الجمعيات ومؤسسات العمل الإجتماعي التطوعي سادسا حماية المرأة من صور التمييز والعنف كافة ففي عام 1992 صادق الأردن على اتفاقية القضاء على صور العنف ضد المرأة أو التمييز ضد المرأة عام 1997 تم إنشاء إدارة حماية الأسرة لمين تتبع للأمن العام هذه إدارة حماية الأسرة تتبع لمدرية الأمن العام وحكينا ب1992 صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد المرأة طيب ليش إنشئت إدارة حماية الأسرة التابعة لمدرية الأمن العام ليش إنشئت علل أو فسر لمعارجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل هي أول سبب المحافظة على ترابط الأسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع الأردني طيب لو إجينا بدنا إنعرف إدارة حماية الأسرة شو تعريف إدارة حماية الأسرة؟ ما هو التعريف لإدارة حماية الأسرة؟ هي إدارة إنشئت عام 1997 تابعة لمدرية الأمن العام لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل والمحافظة على ترابط الأسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع الأردني طيب لو إجينا إحنا بدنا نحفظ النقاط الدالة على اهتمام الدولة الأردنية بالمرأة أو مظاهر اهتمام الدولة الأردنية بالمرأة بدنا نخالف شوي ترتيب الكتاب بحيث إنه يسهل الحفظ أول نقطة رح أحط التوسع التوسع في تعليم المرأة الأردنية النقطة الثانية لإنها تعلمت المرأة الأردنية لإنها تعلمت تقلد المناصب العامة في الدولة ثلاثة هلأ بدي أضل على نفس الموضوع تقلدت مناصب دي أحكي النقطة الثالثة عشان ما أنسى المشاركة السياسية في المجالس التشريعية هلأ مناصب عامة بعدين مشاركة السياسية في مناصب يعني حنظلنا في الموضوع إنها شغلة مناصب المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والبلدية مجالس تشريعية نيابية وبلدية وأحزاب سياسية فكانت أول مشاركة إلها حكينا في البرلمان في 93 مجالس بلدية بال95 طيب إذن أول إشي التوسع في تعليم المرأة لأنها توسع في تعليم المرأة فستطاعت إنه تتقلد مناصب في الدولة النقطة الثانية تقلد المناصب العامة النقطة الثالثة المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والبلدية والأحزاب السياسية النقطة الرابعة لأنه أنا بحكي عن مشاركة صح؟ النقطة الرابعة تزايد مشاركة المرأة فبرتبها تزايد مشاركة المرأة في إيش في الجمعيات ومؤسسات العمل الاجتماعي خمسة لأنه هاي المرأة صارت يعني في إلها مشاركات وصار في إلها يعني مناصب معينة هي تقلدتها أيضا بحكي تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وستة حماية المرأة من صور التمييز كمان مرأة مظاهر اهتمام الدولة الأردنية بالمرأة عشان ننساهل موضوع الحفظ ونربط النقاط ببعض من رتبهم بطريقة مختلفة شوي عن طريقة الكتاب التوسع في تعليم المرأة الأردنية اعتبرها النقطة الأولى لأنه لو ما تعلمت ما رح تتقلد مناصب مهمة في الدولة تنين تقلد المناصب العامة في الدولة تقلد المناصب العامة في الدولة ثلاثة المشاركة بظلني رابط فكرة أنه هي يعني شغلة مناصب ثالثا المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والبلدية والأحزاب السياسية حضلني على موضوع المشاركة في عندي نقطة تزايد تزايد مشاركة المرأة في الجمعيات ومؤسسات العمل الاجتماعي بعدين تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سادساً حماية المرأة من صور التمييز والعنف التي هي ضدها الآن الاهتمام بقطاع الشباب في المجتمع الأردني